ورجعت لكم بعد الفاصل وعايزكم بقى تروفوا معايا الحواوشي بصوا بقى جمال الرغيف بتاعي تحفظ ازاي بصوا جميل قوي والعلامات بتاعته جميلة جدا وكمان بقى هفتحوا لكم من جوه حلو قوي قوي التشيز صايحة وخطيرة بصوا ومسكة فيه ولونه فاتح حلو قوي قوي دلوقتي بقى هزود له تشيز براحتي انا بس كنت بقى مسك العيش بتاعي على النار وبعدي هزود له الجبن بتاعتي براحتي لو حطيت زيادة قوي من الاول ممكن العيش يفك معاي بتدي اسوي ده كمان بصوا الجبنة جوه طحفة هو مولع طبعا عشان النار بس الجبنة تعمها مع التشيز بيبقى جميل نعارفها تستغربوا موضوع العيش الشايمي ده بصوا بيكون حلو جدا صدقوني احلى من البلد كمان بتحسوا بتاع من اللحمة والجبن فيه اكتر كتير هحط كده اخر رغيف معايا حاول اطبقوا كده عشان يبقى الطبقة كلها مستقيمة كيف يستوي معايا اسفل بصوا اللي عملناها كمان قطعة واحدة الجبنة عملت ازاي عايزة الكاميرا توريكم كده الجبنة وهي سايحة والعيش هو محمص من فوق بصوا الاصغر ده بقى بينفع جدا في الحفلات بيبقى احلى من الرغيف الكامل طبعا لو عندوكم غطة زي ده اي غطة تحطوه يضغط بقى البخار فيخلي الموضوع يستوي معاكم اسرع ويبقى كمان متحمص اكتر من فوق يعني لو معنا غطة دايما واحنا بنسوي حاجة فيها لحمة على الطاصة ومش في الفرن بتسهل معنا الموضوع اسهل بيبقى بتبقى اسرع وبتخليه مقرمش كده من فوق حل بتدي بقى اجهز دلوقتي طبق التقديم بتاعي علشان خلاص احنا خلصنا كده كل الانواع اللي احنا عملناها مع بعض واعيد معكم تاني انا عملت ايه عندي خيار مخلل هقدمه معيه من الحاجات اللي تبقى حلو قوي برضو مع نوع الحواشي ده بالزيت علشان مش عايزة حاجة تكون ملحة قوي عايزة حاجة يعني تبقى مخللة بس مش ملحة قوي بصوا مع انه عايز شاني بس ماسك نفسه قوي عشان نسبة دهون اللحمة مظبوطة لو اللحمة مليانة ليه هتنازل دهون كتير قوي في التاسة فمش هتعرفوا يبقى ماسك نفسه كده خالص لازم هتلاقوه بيفرول منكم بصوا اللون خطير اللون اللحمة فاتح لحد اخر وقت في التسويس بادوس عليه كده وزبطة برضو نسبة الدهون اللي في التاسة لو انا حتى سمنة كتير جدا هيلسوع معاي شوف ده ده كمان خلاص كله بيخلص وبجد ما اخدش نص ساعة نقلل بقى درجة الحرارة على دولة خالص